البداية مع صحيفة الأخبار الصدرة صباح هذا اليوم يلي عنوانت التالي العقدة السونية تزداد تعقيدا وبالصورة هدية حريرية للمخابرات التركية ونتابع مع صحيفة الجمهورية سقطت المقايدة فطارت الحكومة ترامب لحكومة تلتزم السيادة نتابع مع صحيفة المستقبل المستقبل تتصدى للحملات والالتفاف على الصلاحيات سلوك غير بريء لتحجيم دور الرئيس المكلف المفتي والجماعة مع الحريري والدستور والحريري يأخذ السيلفي مع مجموعة من أطفال المدارس زارت أكيد ببيته والملك سلمان ندعم حلولا سياسية في اليمن وسوريا الشرق باسيل للنواب الستة الرئيس عون مستعد للتخلي عن الوزير السني وأيضا الملك سلمان للحلول السياسية في المنطقة ولوضع حد لإيران نتابع مع العنوين أكيد أديار أديار نعتذر عن قراءة تعنوينا لأنه عن جد لازم يستقيل من المهنة شرل أيوب بعد الكلام يلي عم يكتبوا وأكيد هذا مش رأي اللبنانيين يلي هم عم بيحطوا بقى هذا رأيه الخاص يريد بيحطوا بين هللين أنه هذا رأيه الخاص بقى نعتذر عن قراءة العنوين ولازم عن جد ما بعرف شو تعمل لقابة المحررين وقابة الصحافة بالبناء ترامب يستأخر أعلان موقف من اتهام بن سلمان ويلتقي بوتين بعد عشرة أيام في الأرجنتين نتنياهو يشبه الكيان بعشية حرب العام 48 ويدعو للاستعداد للتضحية باسيل ينهي وسطته بدعوة الحريري لاسترداد الوزير السني ومنحه للتشاورية ونتابع مع الكاريكاتور كاريكاتور الشرق بكير يا جبران بعد فيه أربع سنين والناس بتنسى بس ما فهمنا عشو الحملة هي زيتة يعني بالإطار ترامب يواني لبنانيين بالاستلال أتطلع للعمل مع حكومة ملتزمة سيادة لبنان نقص وزير المواطن عم بيسأله نعم هو عم بيخبره نقص وزير عناوين صحيفة النهر سنة 1968 يعني من 50 سنة كانت على شكل التالي دمشق طلب الأعدام للبيطار و18 أخرين وسجن للحافظ والنحلاوي والأطرش شكول يؤجل زيارته إلى واشنطن أشكول عفوا يؤجل زيارته إلى واشنطن بضعة أشهر بسبب الخلافات داخل حكومته وتزايد الضغط الأمريكي وأيضا اليافية الأزمة الراهنة ليحلها توسيع الحكومة والحالة نفسية التي تعيشها البلاد تحتاج إلى مصارحة أحمد النواب الرئيس يبحث عن حل وقد يظهر شيء بعد أسبوع التشكيلة القضائية الجزئية تعيد الأزمة إلى منطلقها وأيضا لمناسبة قرب مناقشة الموازنة في لجنة المال وزرات تطالب إعادة النظر في أرقام موازناتها وفي العنوين 1968 في النهار بمثل هذا اليوم وزير الاقتصاد يقترح انهاء أزمة الأفران بحل أزمة الطفر في صندوق النقابة وترابلوس فتح المدارس الخميس وأبقاء المقاهي والملاهي ودور السينما مقفلة المستنطق العدلي يطلق 12 ويقابل الشهود بالطلاب الموقفين الخمسة المحامون يحتاجون على منعهم من مقابلة موكلهم ويتحفظون بشأن التحقيقات هذه من جراء المشاكل اللي صارت تظاهرات بالمدارس وزادت صادرات الحمضيات 1251 طن وصادرات التفاح 9000 طن وكل شيء في لبنان يضعو إلى الثورة ولبنان البلد الوحيد الذي حكامه اليوم هم حكامه منذ 30 سنة واليوم بعد 50 سنة نقول نفس الشيء يعني من 80 سنة عم يتكرروا زيت القصص قسطنطين ازرائي في توزيع جوائز أصدقاء الكتاب وحدها دولة العقل تنقذ لبنان والعالم العربي ونختم مع الكاريكاتور قاضي الولاد شناء حاله مشروع توسيع الوزارة عضالة اليافة حسين العويني بيال الجميري مؤد ابن فرنجي ابن المعلوف وابن الجميري مثل اليوم ابن وابن وحفيد حفيد وابن 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 وعن نكرر رزاة المشاهد وكأننا من 50 سنة وهلأ مروح لكل حدث حديث